موسيقى مشاهدين الكرام مهلا بكم أعلنت الصين اليوم لغاء عدد من اللقاءات حول مسائل دفاعية على صلة بعديد من الملفات مع الولايات المتحدة وذلك بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لطيوان هذا الأسبوع وزارة الخارجية الصينية ذكرت أن بيكين ستعلق المحادثات الصينية الأمريكية حول التغير المناخي وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين مندتة بالاستخفاف أو بما وصفته بالاستخفاف الذي أبدته بيلوسي حيالة معارضة الصين الشديدة لزيارتها إلى طيوان قالت وزارة الدفاع التركيين ثلاثة سفن محملة بالحبوب بمجيب اتفاق أبرم مؤخرا غادرت الموانئ الأوكرانية وجر السماح للسفن الثلاثة التي تحمل حوالي 58 ألف طن من الدرة بمغادرة المنائين وقد غادرت هذه السفن في إطار اتفاق إسطنبول لتصدير الحبوب برعاية الأمم المتحدة وتركيا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو مستعدة لمناقشة تبادل سجناء مع واشنطن عبر قناة اتصال على المستوى الرئاسي وذلك بعد يوم من إدانة لعبة كرة السلة بريتني جرينير في قضية مخدرات وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي في كامبوديا نحن على استعداد لمناقشة هذه القضية لكن فقط في إطار قناة الاتصال التي تم الاتفاق عليها بين الرئيسين فلاديمير بوتين وجو بايدن أظهرت فيديوهات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي اندلع نيران بملها الليلي بتايلاند الحادث الماسوي أوقع وفقاً لما ذكرت السلطات المحلية 13 قتيلاً وكثيراً من الجرحة هذا وقد تمكنت فرق الانقاد من احتواء الحريق الذي شب في الملها الليلي وإخماده عند الساعة الرابعة الصباح قدم نادي برشلون الإسباني لعبه الجديد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في ملعب كامبنو بشكل رسمي ويطمح الفريق الكتالوني لنجاح صفقة الهداف المخدرم كي يسانده ويقوده إلى تحقيق الألقاب في الفترة المقبلة بهذا نتي إلى نهاية هذا الموجز الإخباري تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكترونيين فتكاته تيفي بوائم شكراً لكم على طيب المتابعة السلام عليكم